افتتح محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر ومعه رئيس جامعة المهرة دكتور نور كالشات مركز التدريب والتأهيل وخدمة المجتمع بديوان رئاسة الجامعة بحضور اللامن العام للمجلس المحلي سالم نيمر ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونوابهم وخلال الافتتاح كدى المحافظ بن ياسر حرص السلطة المحلية على دعم جامعة المهرة وتدريب وتأهيل كوادرها من أجل تحسين جودة مخرجات الجامعة ورفض السوق المحلية بالكوادر المؤهلة من جانبه أشار رئيس الجامعة إلى أهمية المركز في تدريب وتأهيل كوادر الجامعة ومنتسبيها في مختلف المجالات وتقديم الخدمات لكوادر مؤسسات المجتمع المدني وغيرها وثمنا الدعم المستمر من قبل قيادة السلطة المحلية للجامعة والمؤسسات التابعة لها كما دشن المحافظ ورئيس الجامعة برنامج فنون العمل الإداري كأول برنامج يستهدف إداري رئاسة الجامعة وقلياتها بإجمالي 25 متدربا ومتدربة وتضمن البرنامج خمس دورات تدريبية منها إعداد التصورات وكتابة الرسالة الإدارية وإعداد التقارير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة